وإحنا بنتكلم عن مباراة اتحاد جد كان الكابتن أحمد حسام ميدو لتصريحات غريبة وكالعادة كابتن أحمد حسام ميدو أصبح لغز كبير جدا بتصريحاته وكأن الشاشة اللي بيتفرج عليها قطاع كبير جدا من الجماهير سواء ولاد صغيرين سواء سيدات رجال شباب أصبحت الشاشة عادي الناس تطلع تتكلم وتقول وتقول ليه عايزها اللي هي عايزها وكمان ممكن توصل الدرجة الناس تسخر من النادي الأهلي النادي الأهلي اللي هو مشرف الكرة المصرية النادي الأهلي اللي هو براند في الرياضة المصرية النادي الأهلي اللي إخوتنا في السعودية وإخواننا في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي كل الوطن العربي بينظروا دائما للنادي الأهلي نظرة مختلفة من حيث الجماهير من حيث البطولات من حيث الإدارة من حص السيستم النظام ودايماً بيتقال على النادي الأهلي واحد من الأندية مش المصرية لا واحد من الأندية العالمية اللي موجود على الأرض المصرية هي دي نظرة الأشقاء لينا تخيالوا النهاردة الكابتن ميدو هو طالع في استوديو تحليلي في إحدى القنوات السعودية وهو بيصخر بنادي الأهلي وكأن النادي الأهلي بيكسب بالسحر والشعوازة وبقول للتحاد جد السعودي خلي بالكم علشان المباراة القادمة اللي هيكون فيها النادي الأهلي طرف خلي بالكم من الإصابات خلي بالكم من النتيجة لدرجة إن الكابتن محمد نور واحد من النجوم يعني اتحاد جد السعودي ولعب قصادنا في 2005 أنا كنت موجود في المباراة دي قال طب ما احنا لعبنا قدام النادي الأهلي وما كانش فيه سحر وشعوازة وكسبنا النادي الأهلي وعادي علاقتنا جيدة بالنادي الأهلي وكلنا ديها المصرية يعني كأنه بيقول للكابتن ميدو ايه الكلام اللي انت بتقوله ده انت مدرك للكلام اللي انت بتقوله ده من هنا بخاطب المجلس الأعلى للإعلام فين دور المجلس الأعلى للإعلام وعايز أقول المجلس الأعلى للإعلام على وقعة حصلت مع كابتن أحمد حسام الشهير بميدو وهو بيمرن وهو بيضرب إحدى الفرق السعودية وهو قاعد على تويتر كعاته ممكن عادي يشتمي الناس ويسب الناس ولما الناس تبدأ تتحرك بإجراءات قانونية يقول لك الموقع أو الصفحة بتاعته اتهكرت أو بيمسح اللي هو كتب دي عدته لكن النهاردة أو وقتها النادي السعودي لما شاف الكابتن أحمد حسام ميدو وهو بيتطاوع على أحد المشجعين والجماهير المنتمي لهذا النادي اللي حصل تمت إقالته وكان الموضوع الساعة اتنين بالليل وهو قاعد على تويتر وهو بيسب أحد الجماهير وكان ده أسرع قرار إقالة بعد تعليقه بطريقة موسيقى لأحد الجماهير تمت إقالته وترحيله انت حضرتك تمت إقالتك النهاردة تاخد شنطتك وتمشي هو ده التعامل وهو ده الحزب وهو ده لما فيه واحد بيسيق علشان ما نرجعش نقول ليه فيه تعصب بين الجماهير دايماً بنروح لآخر نقطة هي الجماهير اللي دايماً بتكتب على الفيسبوك أو الجماهير اللي في الملعب أو هنا وهنا ودايماً بنسيب المسؤول اللي غير مسؤول عن تصرحاته أمام الشاشات علشان كده بناشد المجلس الأعلى للإعلام المجلس الأعلى للإعلام حتى لو كانت التصرحات دي مش في إحدى القناة المصرية وهو عنده عقد مع إحدى القناة المصرية في قناة المحور حتى لو كانت الإساءة في إحدى القناة السعودية لازم المجلس الأعلى للإعلام يتحرق هنا ده دوره مجلس الأعلى للإعلام عنده لجان رصد ومراقبة ومتابعة لكل ما يقال هو النهاردة الكابتن أحمد حسام ميدو هو أساء لمين؟ هو مساش النادي الأهلي بس ده هو أساء لمصر إن النادي الأهلي هو ممثل للكرة المصرية وهيمثل كرة المصرية في كأس العالم للأندية حتى هناك إخواننا في السعودية استاءوا من الكلام وطلع هاشتاجات كتير وعلى تويتر وناس كده بتعلقت من الإساءة ومن طريقة الكلام ومن طريقة التعليق اللي بيحصل ده واللي تقال ده بيصنع فتنة كبيرة بيصنع فتنة كبيرة بين الجماهير هو النهاردة لما يطلع مسؤول غير مسؤول ويطلع ويتكلم بالإساءة وبالطريقة دي ده يا صح النهاردة نرجع نعتب على الجمهور ونقول الجماهير بتشتم ليه في الملعب الجماهير ليه بتوجه السباب على السوشيال ميديا احنا عايزين نوصل للرسالة ايه لأطفالنا الصغيرين عايزين نعلمهم ايه علشان كده أتمنى حتى لو هما بيقوليه دلوقتي في الإيربيز دلوقتي انه هو قدم اعتذار الصبح ده اعتذار مرفوض وغير مقبول النهاردة كابتن أحمد حسان ميدو دي مش أول واقع عليه شوفوا على صفحاته على تويتر شوفوا مدى الإساءة اللي بيساءها الناس كتير وبسهولة بيروح مسح الكلام أول من الناس بتتحرك لكن في السعودية لما كان مدرب تم اتقالته وترحيله بسرعة علشان كده بناشد للمرة التانية والتالتة المجلس الأعلى لإعلام عندك قوة وعندك سلطة تحاسب من يخطئ على شاشات التلفزيون الشاشات النهاردة دي مش مفتوحة للناس لمجرد الكلام لازم الواحد يعي ويدرك ما يقول علشان دايما تكون السيطرة موجودة هو ده كان كلامي عن الكابتن أحمد حسان ميدو وبالمناسبة هنا برضو بنحترم وبنقول الكابتن أحمد حسان ميدو إن احنا هنا على قناة الناد الأهلي بيتابعنا الملايين فاحنا بنخاطب الملايين فبنعلم أشبالنا وأطفالنا ولعبينا حتى لما تبقى صاحب حقه وفي واحد بيسيء بيتعلمه ازاي الاحترام